اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان تهديدات الزوارق الحربية الايرانية للاسطول الامريكي في الخليج انتهت خلال هذا العام على عكس السنوات الماضية التي بلغت عشرات التهديدات والاحتكاكات وكتب ترامب في تغريدة له عبر حسابه في تويتر نقلا عن احصائيات البحرية الامريكية ان مضايقات القوات الايرانية للبحرية الامريكية خلال 2015 كانت 22 حالة وفي عام 2016 بلغت 36 بينما في عام 2017 انخفضت الى 14 حالة واكد الرئيس ترامب ان هذه المضايقات الايرانية للبحرية الامريكية بلغت في عام 2018 الصفر وتأتي تصريحات الرئيس الامريكي اشارة الى احتكاكات الزوارق الحربية التابعة للحرس الثوري الايراني في مياه الخليج العربي خلال السنوات الاربعة الاخيرة حيث ذكرت العديد من السفن البحرية الامريكية ان الزوارق الايرانية اقتربت منها بشكل خطير عدة مرات خلافا للأعراف البحرية ترجمة نانسي قنقر